قد تسحق الحرب الأطفال فتراهم مشردين معذبين لا يدرون من الذي يحل بهم لكن روح الطفولة لا تزال تنبض بداخلهم فيصنعون السعادة من أبسط الأشياء كأرجوحة وعجلة وكرة قدم لكن ألعاب علي لم تكن بسيطة أبدا علي محمود الناعس نازح من ريف المعارض الشرقي عمر 13 سنة صنعنا قصر جبنا قطع الحديد صنعنا نصنع وما نحس نشتري ألعاب يعني قمنا نصنع وشاما نشتري يعني ونلعب فيهم مصروف المادي ما يسمحنا نشتري ألعاب قمنا صنعنا ونلعب فيهم كلما يعني بشوف سياة وبدأ اختلع مثلا بطلع شنون تفاصيله وبعمل مثلا أنا من الظغر يعني بنزل مع أبوي على الأرض وشوفت الحصادي شنون بتحصد وشتساويت وعده مثلا هجرت ميليشيات الأسد والاحتلال الروسي علي وأهله من ريف المعارض الشرقي إبان حملتهم الدموية الأخيرة هناك وفي مخيمات اللجوء حيث الفقر وقلة فرص العمل وانعدام الدخل يكون شراء لعبة للطفل ضربا من ضروب الرفاهية ومن هذه الحاجة الملحة خرجت اختراعات عالية لعل أبرز ما يميز ألعاب هذا الطفل الموهبة هي التفاصيل الكثيرة في كل مجسم منها وقدرته على تحريك أجزائها بإتقان عجيب وإبداع أعجب حيث تحولت قطع المعلبات الفارغة تلك إلى ألعاب ممتعة يقضي بها علي وأصدقاؤه أجمل أوقاتهم